اشتركوا في القناة وقد تكلمنا شيء عن هذه الآية واليوم إن شاء الله نفصل الكلام فيها بعد حمد الله نقول في قول الله تعالى وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارَ قلنا الطور هو الحالة والمرة والتارى وكما قال أهل اللغة ونقل ذلك الليث ونقل ذلك جمع من أهل اللغة على هذا المعنى ولكن كلمة أطوارة اختلف أهل التفسير في ما هو المدلول والمراد من الأطوار التي منى الله بها على العباد في أنه خلقهم أطوارا والذي عليه أكثر أهل التفسير ما ذكر في سورة المؤمنون في قول الله تعالى في كلامي عن أطوار خلق الإنسان قال ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحمة ثم إنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذا القول الراجح والأقوى في الآية قال الإمام الشنقيطي قال الشنقيطي في تفسيره قال وهذا هو الأقوى أيضا من مرجحات العلماء أيضا قال وهذا الأقوى لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية أخرى قال قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إذن هنا الكلام عن خلق الإنسان القول الثاني قول ابن الأنباري وقضية أنه الطور قال هو الحالة أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس أحدهم لا يشبه الآخر مختلفين ومنهم من قال الأطوار المرادة هو ما يكون من حال الولادة ثم الضعف ثم الفتوة والشباب والقوة وثم الشيبة ثم الهرام ثم الموت قال أيضا هذه الأطوار وهي الحالات التي ينتقل بها الإنسان ومنهم من قال على أن المراد بالأطوار قال خلق الألوان والأشكال على اختلاف ألسنتكم وألوانكم فالله سبحانه وتعالى خلق الناس على اختلاف الألوان فهذه أيضا أطوار منهم من قال أن الأطوار المراد بها أيضا يعني المراد بها ما خلقه الله كاملا وما خلقه الله في نقص في نقص الأعضاء وكمال الأعضاء وغير ذلك ومنهم من قال على أن الأطوار تشمل الإنسان من مولده إلى مبعثه أي أنه في ولادته كما ذكرنا ثم شبابه ثم ضعفه ثم هرمه ثم بلد جسد الجسد الذي يبلى ويتفتت في الأرض ثم البعث ثم القيام هذه الأطوار فكأن الآية تقول وقد خلقكم أطوار أي القادر على تغيير هذه الخلقة وتغيير هذه الأحوال فهو لا شك أنه قادر على الحساب وقادر على العقاب وهذا من باب التهديد لهم لأنه سبقها في قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارى ومنهم من قال على أن الله سبحانه وتعالى لما قال وقد خلقكم أطوار أي أنه طورا الطور هي المرة في الزمان أيضا تأتي يعني الزمان والمكان وغير ذلك تستعمل كلمة الأطوار في أحوال كثيرة فقال على أن الله سبحانه وتعالى كما أنه رفق بكم حيث أنه جعلكم يعني أجنة في بطون أمهاتكم ثم نقلكم خلقا من بعد خلق حتى أصبحتم أجنة ثم أخرجكم إلى هذه الدنيا ثم نقلكم وهكذا هذا كله من الأطوار ومن الأحوال التي اعتنى الله سبحانه وتعالى بها على خلقه فقال أهل التفسير قال كأنه هذه كناية عن ماذا عن منة الله في خلقه وعلى ما فعله قوم نوح في مجازات ربهم بالعصيان والطغيان وعدم الإنصياع لأمر الله فكأنه كان الأمر هكذا في خلقهم أطوار وكيف أنهم لم يراعوا الله سبحانه وتعالى في نعمه عليهم قال وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة نحن قلنا في الحلقة الماضية أن القرآن من عادته وهكذا ذكر أهل التفسير بالمناسبة عندما ينتكلم عن أطوار فاتني أن أقول شيء قال ابن عاشور قال وإن كانت كلها هذه الأقوال كلها مرادة الأقوال كلها ممكنة وكلها مرادة في انتقال الإنسان من حال إلى حال على اختلاف الألوان على اختلاف الأشكال على اختلاف الطباع على انتقال الإنسان من حالة الحياة إلى الموت إلى البعث أشياء كثيرة قال كلها مرادة ولكن أقرب ما يكون كما قلنا هو المراد الخلق أي أنه النطفة والعالقة والمضغى وغير ذلك وهذا هو الأقرب والأرجح عند أهل التفسير نعم قلنا أن القرآن الكريم من عادته أنه يذكر حالات خلق الإنسان ثم يستدل بعد ذلك بحالات خلق السماوات والأرض أو حالات خلق الأجرام العظيمة أو الأشياء العظيمة فينتقل مرة من القريب إلى البعيد من الإنسان لأن آية الإنسان حقيقة قريبة من نفسه وقد تصل إلى حالة الخفاء لأن الإنسان مرات النعم كثرة النعم أو اعتياد النعم يقتل شكرها كثرة من الإنسان يستعمل عينه وسمعه وبصره ويده ورجله أو مرات ما يفكر في هذه النعمة أن هذه نعم عظيمة أعطاها الله وأولاها للإنسان فمرات القرآن يذكر نعمة النعمة القريبة أو الآية القريبة ثم ينتقل إلى الآية البعيدة أو قد يذكر الآية الأعظم ثم ينتقل إلى الآية الأصغر وهكذا نلاحظ أن القرآن من عادته مرات يذكر خلق الإنسان ثم خلق السماوات ومرات يذكر خلق السماوات ثم خلق الإنسان نلاحظ كما ذكرنا في الحلقة الماضية الله سبحانه وتعالى قال يعني وفي الأرض آيات للموقنين ذكر آيات الأرض لأنها ظاهرة واضحة للعين ثم انتقل إلى ما هو أخفى منها قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون ثم انتقل إلى آيات النفس وآيات أعظم وأخفى لأن آيات الأرض ظاهرة نعم وهنا على العكس بدأ بآية الإنسان خلق الإنسان قال وقد خلقكم أطوارا ثم انتقل إلى ماذا إلى خلق السماوات السبع والقمر والشمس وغير ذلك ثم رجع مرة ثانية إلى الإنسان لأنه رجع ثم قال ماذا قال قال والله أنبتكم من الأرض نباتة ومنهم من قال على أن الآية هذه خلقكم أطوارا وقد خلقكم أطوارا تختلف على والله أنبتكم من الأرض نباتة منهم من قال أن الآية الأولى على الولادة والآية الأخرى على الإعادة على البعث والنشور ومنهم من قال لا إنما الثانية جاءت فيها تفصيل تفصيل لخلق الإنسان كما سنتوقف عندها إن شاء الله إذا من الله علينا ووصلنا إلى تلك الآية نعم قال ألم تروا وهنا الرؤية رؤية إخبارية ليست رؤية بصرية لأنه مسأل خلق السماوات وأن السماوات طباقا هذا الأمر ليس فقط قوم نوح لا يعرفونه بل نحن إلى الآن أيضا لا يستطيع الإنسان أن يرى السماوات السبع والطباق كيف كانت إنما هذا يتلقى من السمع عن طريق السمع قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات خلق بمعنى أوجد وقدر وصنعها وأبدعها فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات الأرض لا شك ثم قال سبع سماوات سبع سماوات جاءت في كثير من الآيات ذكر السماوات السبع وهذا أمر يعني يكاد القرآن يعني لا يتركه في مجال في كلامي عن خلق السماوات إلا وذكر السماوات السبع لعظم هذه السماوات وأنها طباقة نعم قالوا طباقة أقوال عن ابن عباس وعن ضحاك ومجاهد وغير ذلك أقوال كثيرة عن الأثر لكن القول عن ابن عباس قال طباقا أي مطبقة واحدة فوق الأخرى مأخوذة من طباق النعل أي أنه إذا يخصف النعل يضع جلد فوق جلد آخر بنفس المقدار بنفس الحدود ثم يخصف ذلك النعل فيكون طباقا أي مطبقا واحدة طبقة على الأخرى مطبقة واحدة على الأخرى قال خلق سبع سماوات طباقة كما قال ابن عباس في قول الله تعالى كانتا رتقا ففتقناهما أي أن السماوات كانتا ملتصقة ففتقها الله سبحانه وتعالى وقال كما أنه فتق السماء في المطر وشق الأرض بالنبات نعم قال كانتا رتقا ففتقناهما قال ابن عباس ورد عنه قال هي متباعدة لكن مطبقة من أطرافها فهي كالقبة واحدة فوق الأخرى وهذا تقريبا يعني ما يعني يشير إليه العلم الحديث على أن الكون عبارة عن قبة عظيمة نعم قال خلق سبع سماوات طباقة كيف خلق الله سبع سماوات طباقة نعم وليس فقط خلق السماوات الطباق إنما جعل الله منة في خلق هذه السماوات والسبع قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا جعل القمر فيهن نورا جعل الله سبحانه وتعالى القمر نورا يستنير به الإنسان يستأنس به حاله كحال النجوم نحظوا مرات الله سبحانه وتعالى يعني جعل النجوم في السماء هي ليست ذات نور قوي لكن ما الفائدة منها قال مجرد أن الإنسان لو خرج في ليل أليل فوجد أن السماء مظلمة يعني لو خرج رجل في ليلة شاتية وكانت السماء مطبقة بالغيوم لا يرى شيء من السماء كم ستكون موحشة لكنه لو خرج أيضا في ليل ليس فيه بدر ليس فيه قمر ولا بدر وكانت النجوم موجودة يستأنس بهذه النجوم وإن كانت صغيرة لكن ستكون له من باب الأنس كذلك جعل الله القمر هنا فيهن نورا جعل القمر نور والنور نور القمر أقل من ضياء الشمس فجعل ما هو أعظم جعل ما هو أعظم للشمس وما هو أقل للقمر يعني قال الذي جعل القمر نورا وجعل الشمس ضياء فالله سبحانه وتعالى جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا نعم قال وجعل الشمس سراجة هنا يعني ذكر هنا السراج والسراج كما هو معروف يعني ما يوضع فيه الفتيل ويوضع الزيت وبالمناسبة العرب ما كانت تستعمل السرج كثيرا يعني إلا نادرا العرب لا يرون السرج إلا في قصور الروم وقصور فارس وحتى قصر غمدان الذي كانت شعراء يمدحونه بأنه كان توضع له سرج على سوره فكان المار في الطريق يرى هذه السرج كيف يعني مضيئة في الليل فكانوا يستأنسون بها وكان قليل من العرب كما ذكر ذلك الإمام الرازي قال قليل من العرب كان من يستعمل السراج وربما البعض يقول السراج غالبا يستعمل في الليل فما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس سراجا والسراج هنا نحن نستعمله في النهار قالوا لأنه الأصل أن الليل هو حاصل من ماذا قالوا حاصل من ظل الأرض لما تكون الشمس يعني متواجهة أو متقابلة الأرض متقابلة مع الشمس في جهة من أوجه الأرض يكون الجهة الثانية عليها ظل الأرض فيكون الليل فإذا يعني دارت الأرض فقابلت الشمس أصبح هناك السراج فجعل صورة تقريبية وتشبيهية للعراب على أنه هذه الشمس كالسراج يعني كما قالوا جعلنا سراجا وهاجا في آية أخرى نعم فجعل الشمس سراجا هذه أيضا مننا من الله سبحانه وتعالى ومننا من الله سبحانه وتعالى على العباد بعض المفسرين قالوا وجعل القمر فيهن نورا هل القمر في السماوات السبع أم القمر هو للدنيا للسماء الدنيا وإن كان القمر في السماء الدنيا فكيف يفهم أنه قال فيهن نورا أكثر أهل اللغة يعني كما ذكر ذلك قطرب وغيره قالوا أكثر أهل اللغة أن فيهن تأتي باستعمال أو تأتي على معنى معهن قال من إذا كان القمر في إحدى السماوات فهو سيكون مع بقية السماوات لأن هذه السماء يمتصل مع البقية فإذا كان في إحداها فهو مع الجميع وذكر القرطبي قال إنما هذا على قول العرب مثلا يقول فلان يركب الخيل هو لا يركب كل الخيل هو يركب حصان واحد لكن هكذا يقال أنه يركب الخيل أي الجنس كله أي يركب من هذا الجنس المقصود فالقمر فيهن نورا أي القمر في السماء الدنيا لا شك أما ما ورد من بعض الأقوال في الأثر أن القمر له وجهان وجه على السماوات وجه على الأرض وغير ذلك من الأقوال يعني ربما يكون فيها من الضعف في النقل لو كانت نقلت عن أهل الأثر وعن بعض التابعين أو الصحابة الكرام لكن يبدو أنه يكون فيها النقل ضعيف لما يعني هو موجود حقيقة من الاكتشافات العلمية الموجودة والدليل على هذا أن العرب تستعمل كلمة في على معنى معه وتستعمل كلمة في على المراد أنه في أحد الأجزاء للكل يعني نقول قابلت بني تميم وأنه ربما قابلت بعض رجال من بني تميم نعم وكذلك قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم مع العلم أن الرسل ما جاءت من الجن قاطبة هذا قول الجمهور من فرد به الضحاك وبعض أهل الأثر في أنه هناك رسل من الجن لكن الجمهور على أنه لم يأتي رسل من الجن ولكن مع ذلك قال تعالى مخاطبا للجن والإنس قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل كان من الإنس فقط فهذه مثل هذه أيضا وجعل القمر فيهن نورا إنما المقصود جعل الله سبحانه وتعالى القمر في السماء الدنيا وجعل الشمس سراجة وكما هو معروف الآن أنه حقيقة أنه النور نور القمر وضياء الشمس لا يوجد فيه في الكواكب الأخرى يعني خارج غلاف الغازي كل شيء هو ظلام والله جعل المنة على أهل الأرض أنه جعل الغلاف الغازي هو فقط الذي يتكون فيه الضوء ويتكون فيه النور أما في السماوات فالأجرام كلها مظلمة لا يظهر منها شيء نعم قال وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجة ثم انتقل وقال والله أنبتكم من الأرض نباتة الله سبحانه وتعالى أنبتكم من الأرض نباتة قالوا إما المراد المقصود فيه إشارة إلى خلق أصلكم وهو آدم عليه السلام عندما خلق من قبضة من جميع الأرض فهو قد يعني نبتة وخلق وأنشأه الله سبحانه وتعالى من الأرض قال والله أنبتكم من الأرض نباتة ومنهم من قال على أنه لا المقصود أن نطف فنطفة الإنسان تتولد من الغذاء والغذاء يكون من النبات والنبات يكون من الأرض فأيضا يرجع الأمر إلى الأرض هذا أيضا قول موجود نعم قال والله أنبتكم من الأرض نباتة ولحظوا كلمة أنبتكم قالوا ما قال أنشأكم يعني كما قال في آية أخرى قال ثم أنشأناه خلقا آخر وهنا قال أنبتكم من الأرض نباتة ولحظوا كلمة أنبتكم كم فيها من اللطف المتناسب معه وقد خلقكم أطواره كيف أنه النبتة تكون صغيرة ثم تكبر قليلا ثم تكبر أكثر وأكثر وأكثر وهو موافق لحال أطوار خلق الجنين كيف يكون في بطن أمه يعني علاقة ونطفة ثم علاقة ثم مضغة ثم يعني يكسى لحما ثم تنفخ فيه الروح ثم يكون جنينا ثم يأذن الله له بالخروج هذا كله حال الإنبات والجميل هنا لاحظوا أن الله قال والله أنبتكم من الأرض نباتة بعض أهل اللغة عندهم هكذا باللطائف يقولون كل تركيب من النون والباء يكون فيه معنى الخروج يعني نقول نبع ونبتة ونبر ونبسة ونبقة وأي تركيب آخر بين النون والباء يدل على الخروج فحتى نبي النبي أيضا لأنه خرج من قومه أو خارج في قومه نعم قال والله أنبتكم من الأرض نباتة نحن قلنا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن أي أنه الخلق الأصل كان من الأرض والأرض المقصودة هنا من الأرض الأرض التي نحن عليها كما قال في سورة طه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وحتى العلم الحديث اكتشف أنه فعلا عناصر الإنسان المتحلل هي نفس عناصر الأرض الموجودة فهو خلق من هذه الأرض التي أثبت القرآن أننا خلقنا منها قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى قال والله أنبتكم من الأرض نباتة وأيضا لاحظوا في كل آية تأتي لفظة الله المشعرة على أنه المتحكم المتصرف في الأمور الذي لا ند له لا كفأ له لا شريك له لا زوج ولا ولد ولا وزير ولا معين هكذا قال ابن كثير في وصفه لذكر كلمة الله صلى الله عليه وسلم قال والله أنبتكم من الأرض نباتة لاحظوا قال أنبتكم لم يقل أنبتكم إنباتة إنما قال أنبتكم نباتة وهنا نبتة نباتا وأنبت إنباتا لكن هنا قال أنبتكم نباتة ما قال أنبتكم إنباتا وهذا كثير جدا في القرآن الكريم أن يأتي الفعل على غير مصدره يعني الفعل يأتي على غير مصدره كما قال تعالى فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرة فتعالى عما يقولون ثم قال علوا لم يقل تعالى تعاليا إنما قال تعالى علوا وكذلك مثلا في قول الله تعالى أيضا وتبتل إليه تبتيلا أيضا تبتل وتبتل إليه تبتيلا أيضا جاء الفعل على غير مصدره وكثير جدا كما في قول الله تعالى أيضا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن هنا لاحظ تقبلها ربها ما قال تقبلها بتقبل قال تقبلها بقبول حسن أيضا هذه إشارة المفسرين قالوا يعني ما الحكمة أن يتغاير الفعل مع المصدر مثل ما قال والنازعات غرقة ما قال والنازعات نزعة قال والنازعات غرقة قد يأتي الفعل على أصلا اللفظ من غير مصدره يعني اللفظ لفظ الفعل يأتي على غير مصدره ومن غير لفظه أيضا نعم قد يكون فيه معنى ولكن من غير لفظه كما قال والنازعات غرقة والناشطات نشطة لاحد مع النشط جاء نشطة ولكن مع النازعات قال غرقة كما قال فنضرب عنكم الذكرى صفحا ما قال فنضرب عنكم الذكرى ضربا وهكذا كثير في القرآن الكريم خلاصة الكلام فيها أقوال كثيرة ربما لا يتسع لي المقام أن أفصل فيها في هذه الحلقة لكن ربما عرجت عليها في الحلقة المقبلة لكن أقول على السرعة والاختصار هنا قال والله أنبتكم الأرض نباتة إنما المراد بها أنبتكم نباتة هنا أنه ما قال إنباتة لأن أنبت إنبات يكون فيها معنى غير نبت نباتا فنبت نباتا كأن الله سبحانه وتعالى الأمر في التيسير والسهولة واليسر والله سبحانه وتعالى ليس عنده شيء صعب ولكن مرات القرآن يضرب لنا أمثلة كما قال وهو أهون عليه في كلامه عن إعادة الإنسان وإعادة تكوينه وخلقي قال وهو أهون عليه والحقيقة ليس هناك شيء صعب حتى يكون هذا هين أرى الله لكن هكذا في عرفكم أنتم أنه هين المراد كما قال العلماء قال أنبتكم فنبتتم نباتا أي أنه كأنه الله سبحانه وتعالى أراد أن يعني يجمع الفعل مع مصدره والفعل مع مصدره الآخر من خلال ذكر ثعل ومغاير للمصدر يعني عندما نقول تعالى الله يعني يذكر لكم آية يكون فيها الكلام أوضح ربما أوضح في الشرح نقول عندما يقول الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا ماذا يكون المعنى عندما خالف بين علوا وتعالى يعني كأنه تعالى الله تعاليا وعلى علوا عما يقولون كبيرا كأنه هذا المعنى فجمع حشد حجدا عظيما من خلال مجيء المصدر ومجيء ثعل آخر على غير المصدر نعم والكلام يعني فيه بقية إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا عليه في الحلقة القادمة إلى هذا القدر نتوقف إن شاء الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته